اشتركوا في القناة وتفصيلاً الخبر الذي نشره صحفي جزائري مقيم في قطر يعمل بموقع وينوين القطري والذي زعم صباح أمس الأحد أن بالماضي وبعد استنفاذه كافة الطرق للحصول على حقوقه قرر لجوء إلى الطرق القانوني عبر مباشرة إجراءات شكوى الاتحاد الجزائري لدى الفيفا ليأتي الرد قوياً من موقع أفريكا فوت يونيتد الفرنسية الذي اتصل بجمل بالماضي لمعرفة حقيقة الخبر المتداول بشدة وأوضح نفس الموقع المتخصص بشؤون الكرة الإفريقية أن الجزائري بالماضي قد نفى في اتصاله معه اتخاذه أي قرارات في هذا الشأن وأن كل الأخبار المتداولة حول الموضوع تعتبر كذبة وأضاف الموقع أن بالماضي قد أوضح له أن سفره الأخير إلى العاصمة الفرنسية كان في إطار عائلي بحيث قام بزيارة والديه وليس للقاء مستشارين قانونيين كما كذبوا عليه وبهذا يؤكد جمل بالماضي أنه لم يفكر أصلاً في تقديم شكوى ضد بلده الجزائر كما يدعي البعض وهو الذي كان سبباً في إسعاد الجزائريين في تتويج بالنجم القارية الثانية فلقبوه بوزير السعادة ترجمة نانسي قنقر